من تابع وفقرة فاميلي لليوم مع دكتور كارول سعادي دكتور بعلم النفس وأستاذة جامعية موضوعنا لليوم الطرق النفسية المتعددة لمواجهة المشاكل بالعيلة وما أكترها هالأيام المشاكل وينما كان دكتور صباح الخير يعني عم نحكي عن مشاكل يمكن تأثيرها ممكن يكون خارجة مشاكل اقتصادية اجتماعية صحية عم بتكون كلها عم بتأثر على ديناميكية العيلة وعلى نفسية كل فرد اليوم موجود على الأرض وتحديدا هالمجموعة اللي هي العيلة شو اللي عم بتشوفوك حاليا من المشاكل المستجدة كمانا عدا عن المشاكل التقليدية الأساسية اللي بتكون بكل العيال صحيح يعني اليوم في عنا هالسيستام يلي هو العيلة والسيستام دايما بيكون فيه هالأليمان دونك أي مشكلة بتسيب واحد من الأشخاص بيصير فيه شيء اسمه سترس فاميليال يعني كأنه العيلة كلها بتتأثر بطريقة معينة أو مباشرة أو غير مباشرة اليوم يمكن أنا بعتبر أكتر شيء المشكلة الأساسية اللي عم بتوجهها العيال هي الأنستابلليتي وعدم الاستقرار يعني الشعور بأنه ما عنا استقرار بولا شيء كأنه اليوم ما عارفين بكرة شو رح يصير إن كان على المستوى حتى عند الولاد يعني حتى بحياتنا اليومية بالمدرسة مثلا خلق عنا ثلاثة أيام ما في مدرسة هذا شيء عم يكسرهم كل الروتين وكل العمل الدماغي والأكاديمي طبعا واللي عم بأثر على العيلة كلها يعني اليوم يمكن على شغل الأم على شغل الباية على حياتنا اليومية هذا استرس بطل أيجوي يعني بطل أوكازيونيل بطل أنه صار مرة بصير صار كرونيك يعني صار لنا سنين عم بنعيش بهذا المدرسة اللي عم بأثر أكيدة أنا بعتقد أنه هذا المستجد هلأ أكتر شيء إضافة أكيدة لكل المشاكل الاجتماعية الاقتصادية العلائقية بالعائلة الأكاديمية كمان يمكن تأثر الولاد وحياتهم الاجتماعية يعني كثير من الأمور اليوم عم بتزيد سوء نحن اليوم رح نحكي عن هالوضع بالزيد دكتور يعني عن شو عم بيصير حاليا وتحديدا بلبنان طبعا قدير السترس أو كيف عم بيترجم السترس يعني شو عم بيبين من هالمشاكل من عوارد من تصرفات غريبة أوقات بيترجم هالضغط النفسي بطريقة واضحة وأوقات بيترجم بطريقة مبهمة وكاموفلة فنشوف أوقات هالتعبير الواضح وبالعاي اللي بيكون فيه سيستام دو كوميكاسيون بين بعضهم بيقدروا يعبروا عن حيالة مشكلة عم بتواجههم وهون منشوف ستراتيجيز بالكوبينج يعني مختلفين إما الأشخاص اللي بيروحوا على ريزوليسيون دو بروبلام يعني شو المشكلة منجرب نلقي لحال كلنا سوا منحكي فيها إما اللي بيروحوا على الإيموسيون أكتر على المشاعر أكتر على استثمار العاطفي أكتر فمنشوف أنه لا بيقشتوا ضغري قدام المشكلة وبيصيروا كلهم منهارين أوقات قدام مشكلة معينة بلا ما يكون فيه شخص عم يقدر يحل ففيها العدة أنواع اللي بتظهر أكيد مظاهرة بطرق مختلفة وكمانا فيه النفس الجسدية ما مننسى أنه أوقات الجسد والأوجيع عند الأهل ممكن تكون عم بتعبر عن سترس هن كابتينه ضمنيا نعم معنيتا إذا خلينا نقول رح نقصم لشقان الشق العقلاني صح حل المشاكل والحلول اللي بتقترح والشق العاطفي اللي ممكن يؤدي إلى الأمراض ممكن يؤدي إلى انكماش الشخص يعني يبطل اجتماعي يصير مدايق يفوت بالكآبة وإلى ما هنالك خليني بلش بالشق العقلاني يعني اليوم فيه أشخاص بالعائلة بتبقى كتير هيك بتركز على الحلول أشخاص إيجابية إذا فيه مرض بنا نجرب نلاقي الحكيم صح الدواء بس مش دايما تتقابل بالتجاوب يعني صح إذا كان عندنا مثلا افترضنا هالشخصين شخص بينهار وشخص بيجرب يلاقي كيف بتصير العلاقة؟ من هيك صحيح دايما بأول العلاقة بيكون فيه رابورده فرس بيكونوا عم بيجربوا يحطوا مكانهم كل واحد يلعب دوره بهالعائلة وخاصة بالكوب يعني بعدين منشوف أنه بيصير فيه طريقة معينة العائلة ككل بتواجه المشكلة فيها في عيال بتسكت كتير في عيال ما بتحكي في عيال ما بتعبر في عيال حتى الأشياء البوزيتيف ما بتقدر تعبرها أهل ما بيقدروا يعبروا لأولادهم لا عن أشياء بوزيتيف ولا عن أشياء نيجاتيف دونك بيصير فيه كأنه مده كومنيكاسيون طاغي من وراء مين اللي بيأثر أكتر مين البرتنير أو مين الشخص اللي قادر يفرد طريقته بالكوبينج أكتر على الآخرين هيدا شي منيح القصة أنه يسكت هذا يفرد يفرد أكيد إذا كان عم يفرد شي بوزيتيف يعني أنه يتحاور وأنه يكون فيه بالروتين طبعا يحكو بالمشاكل بلا جوجمان أكيد هو أكيد إشياء بوزيتيف اللي مش منيح هو لما نفوت كتير بالكبت وبالنجاسيون أنه ما في شي ما في مشكلة نحنا عايشين ماشي الحال أو بالتعويد يعني منشوف أنه فاسقة بدل ما يحلوا المشكلة بيعودوا بغير مطرح يعني يعرفوا أنه فيه تأثير بمكان معين أو فيه مشكلة معينة بيصير التعويد بأشياء مادية أشياء ما منا هي الحل لها مصر هذا شي ما بينفع أكيد يمكن بينفع موقعات بس على المدى الطويل أكيد نعم دكتور المشاكل اللي عم تتواجه حاليا هل عم بتكون هي أكتر مشاكل اقتصادية هل عم بتكون أكتر مشاكل غياب عن البيت عم نحكي عن سفر كمان عم نحكي عن يمكن المعيل اللي لازم يشتغل شغلتان أو ثلاثة بالنهار هل هي مشاكل بطالة يعني أكتر شي شو القصص يعني اللي عم بتكون عم بتسبب هالتفاقم للعلاقة ما في شاك أنه الوضع الاجتماعي والاقتصاد اتنين ونهني هلأ هني التغيين الاجتماعي من ميلة العلاقة مع الآخر أنا برأي من وراء الكورونا ومن وراء كل هالزروف اللي عم بتصير صار في فقدين لكيف كنا مع وادين نكون عايشين في فقدين لها العلاقة مع الآخر صارت الأمور عم يتعود كمان على الانزواء على قعدة بالبيت منشوف كتير أشخاص صار عندهم صعوبة بأنه يتنقلوا أو يبعدوا عن بيتهم كأنه صارت هالكونفرد زون وبنفس الوقت خصوص الولاد خصوص الولاد وصاروا في كتير أوقات يفضلوا البيت يحبوا هالانزواء أو هالمطرح اللي هني بيلاقوا حالهم فيه ولكن كمان بالنحية ثانية في المشاكل الاقتصادية يعني عم بتعزز هالموضوع اللي عم بتعزز كمانا يعني بيقولوا خليني بالبيت من ميلة أنا سيف ومن ميلة تانية بكون عم بوفي لأنه ما فيني روح أدفع موين مكان فاوين هالانسان بده يعمل تعويض أو حل هالإموسيون اللي عم بيصيره عنده أوقات بالعنف الكلمة أوقات بالعنف كمانا شفنا كتير ردات فعل على الولاد شفنا كتير عنف منزلة بهذه الفترة بفترة كورونا بفترة اللوكداون من الأهل من الأهل وبالكابلز يعني كان فيها المشاكل وأكيد السترس البرن أوت اللي ممكن يعيشوا الأهل بشغلهم لأنه بيحس الإنسان أنه هو عم بقدم ولكن منه مقدر وهي دي شغلة بتخلي الإنسان يبطل مدياً أول شيء أكيد مدياً أول شيء فبيصير ديموتيفي وهذا الشي بينعكس تلقائياً على علاقته بالآخر وعلاقته بعيرته على الأولاد وعلى كل شيء بما أنه ذكرت البرن أوت أو الانهيار من جراء التعب الجسد كمان بقدر علق على هالموضوع وقول أنه كمان اليوم كان فيه كتير مساعدات منزليات هالأشخاص اللي بيساعدوا بالبيت وكمان اضطروا أنه يتخلوا عنهم لأنه من وراء الوضع الاقتصادي فمعناتها كتير من السيدات اليوم نزيد على مهماتهم مهمة البيت والطبق يمكن وغيره أو اضطروا يتركوا شغلهم ويقعدوا بالبيت فتغير كل هال هو أوقات كان أحسن يتركوا شغلهم لأنه إذا كان بعده الشغل بالظروف القديمة هو ما رح يفيد بس صحيح أنه فيه كمان البرن أوت طبع الأم اليوم اللي كتير عم بتعيشه بطريقة كتير قاسية على حاله بس كمان الأقسى أنه ما عم بيكون عندها الإمكانية بالتعويض بمكان آخر فاليوم القرار ولا بالنفس يعني ولا بالنفس فالقرار الداخلي بأنه نلاقي الحلول كرمال نقدر نعيش بسلام هي الأساس يعني هو الإنسان بده يجرب يشوف كيف هو بده يلاقي الحلول اللي منع مادية حتى يقدر دكتور عندي سؤال ممكن شوي هكي بين هللين بما أنه عم نحكي عن الأمهات العاملات ليه إجمالا منحس أنه تربية الأولاد هي الأصعب أصعب من أي شغل تاني بالحياة يعني منشوف سيدات نجحات بشغلهم بيبدعوا يعني بالشغل ممكن يقضوا عشر ساعات عفرة سحبة عم بيشتغلوا إن كان ريموتلي أو ببرات البيت يسافروا يتعبوا يعملوا ويكون عندهم شغل كتير سترسفل وبيقدروا يتحملوا بكل طيب تخاطر وبينبسطوا يمكن بالساكسس اللي بيعطيهم إياه أو بالمردود المادة بس لما بتجي الأصص لتربية الأولاد منشوف أغلب النساء يعني أنا ما عندي أحصاءات بيحسوا بهالبرن اوت بهالتعب بهالداون ليه منشوف هيدا الشي وليه هالفرق يعني مع أنه هون كمانا فيها الفرحة اللي منخدم أكيد أكيد ما في شك بس كمانا في كتير 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 بيفوتوا بهيدا الموضوع يعني اليوم في أول أول شي التردد والأم اللي منع أكيدة شو الصح وهي بنفس الوقت بتحب أنه تكون عم تعمل للصح لأنه فيه البرفكسيونيسم اللي بيدخل كمانا بالتربية وفيه هي نجاحة كأم وفيه صورتها بنفسها وفيه تقديرها لزيتها وبتنطر تقدير ولادة وبنفس الوقت ما بتعرف أوقات كيف بدها تتعامل شو الطريقة الصح وحتى بالعلم يعني بعلم النفس بتشوفي أنه في عدة مدارس كل مدرسة بتقلك يمكن بدي أقول دائما بنحكي أنا وياكي بهذا الموضوع وحبرتك عندك عائلة ونحنا يعني منقول أوقات كل العلوم بتخلينا نوقف أنه خلاص وين المرجع صحيح فاليوم البون فوا يمكن تتكل على الانتويسيون طبعه وعلى شعوره وعلى هالأنرجية طبع القلب والمحبة هي الباز بننطلق من هون بس كمانا في قدرة الأم على التحمل يعني كل إنسان عنده قدرة تحمل بين الأم والولاد يعني شو اللي هالقات بيخلي البرن اوت يصير الولد متطلب يعني الولد كتير متطلب من أمه أكتر بكتير من بيه عادة يعني هالقاتها شماء بيكون موجود بدها تعيش حياتها وحيات ولادها بنفس الوقت وقتها ووقت ولادها يعني يبطل شخص عم بيعيش عن حاله بس صار عم بيعيش عن كذا شخص أكيد إنه هذا كله بيخلق استرس إن كان هذا حالة داخلية وكمان كل الظروف اللي بتحيط بالأم قديش فيه مساعدة قديش فيه سوبر من البي أول شيء من المحيطين دون كله اللي بيدخلوا بها الأمومة يعني عم نحكي إذا يعني والشعور بالضاند أكيد دايم هيدا دايم عملنا شي غلط عملنا شي غلط يعني بالعمل بتكون عم تشتغل شغلة واحدة صح عيرش بالبيت بتكون عم تشتغل أربع خمس أشخاص بذات الوقت والبيات أنه أنت ما عندك إلا هالشغل مركزة لها ويقول لها أنه بس مثلا بالبيت أو ماشا الحال شو بدها لا بدها 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 كثير ما بيتخيل شو عايش بتروح كل الجسدية والمعنوية والنفسية عند الام بدها تحية لكل الأمومات العاملات اليوم والغير عاملات اللي عم برب أولاد بالبيت لأنه أنا بقول من أصعب الأمور صح ومتل ما قلت يعني بتاخد وما بنعرف اليوم كيف نرجع نحن تنحل المشكل بدها يكون عنا تفكير سليم بدها نكون نايمين وإكلين مزبوط وبكونديسيون فيزيك كيف نحن نقدر نفكر كمان أول شيء الأرغانيزازيون يعني خلينا نكون براتيك اليوم الأم إذا منظم أمورها منظم وقتها منظم روتين معين لعيلتها ككل فيه أشياء يعني أكيد أدر الممكن يعني ما بد يكون كتير يعني إذا يعليست بالموضوع بس كمان أقل شيء يكون فيها الروتين بالأكل بالنوم بالتنظيم تنظيم أكيد هيدا بخفف كتير سترس على الأم بنفس الوقت إجبارة مش عندها خيار إجبارة تكون عم تعمل إشياء لأله هي لوحدة يعني وتطلب المساعدة أوقات الأم بتفكر أنه عم تنتقس من إدرتك وكأنه هي منع السوبر وومن بقى إذا طلبت مساعدة أحد لأ مفروض تطلب مساعدة كرمال هي تلاقي وقت لذيتها وما تفكر أنه بالذنب أنه إذا أنا عم بعطي حالي عم بنطقس من أولادي فيها الفكرة يعني أكيد من خاف أنه نكون أنانية نحن مش هيدا مناقصة أنانية هيدا قصة مثل ما الأم بتتغزى جسديا بتاكل وبتشرب بدأت تتغزى كمان معنويا وإلا منفوت عن جد بكيرسي عندي اتصال دكتور ألو 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 بونجور أهلا وسهلا تفضلي بقدر أبح أسأل فائل الدكتور أكيد تفضلي يلا أنت على الهوى تفضلي عم تسمعي الدكتور عم تحكيني نعم نعم تفضلي أنا عم تلفين بدألك بونجور وكيفيك وأنا أمار جالغ أحبك كتير وحديثي كتير حلو بحبه نعم بدأ أطلب مني توطي صوت التيفي على الآخر لو سمحت وتطرح السؤال اللي حاب تعرفين في شوية فرق بالصوت هيكو بس مرسي نحنا بدأ نقلك مرسي وأكيد الحديث كتير مهم لأنه يلي عم نحكي فيه منطلق اتصالي تكون على 0464 لا تطرح أي سؤال بفقرتنا لليوم عن كيفية حلول والحلول والمشاكل بداخل العائلة كنا عم نحكي عن بعض الطرق بلشنا دايما ومنبلش أنه الامرأة والأم لازم تعمل تشرج طاقة من المحل وهي بتعرف أكيد المحل اللي هي بتقدر تاخد منه هالطاقة الحلوة وهالراحة أيضا الرجل كمان قدي دوره مهم هون بالحلول أكيد أكيد الرجل إذا ما كان هو كمان هو جزء أساسي بهالسيستام فاميليال وهو اللي كمان بده يشارك بالروتين روتين الكومنيكاسيون روتين الحلول كما نقدر بس يوقع مشكلة عند أي فرد من أفراد العائلة يكون فيه هالحوار يكون فيه هالارتياح وهون هو بده يلعب دور يعني أوقات كتير إذا ما نحكي كمانا أشياء براتيك الرجل ما عنده كتير لذة ورغبة بأنه يحكي كتير يعني بفضل هن الرجال عادة بيجتمعوا كمان يحلوا المشكلة يعني يلاقوا حل ودايما بيقول لزوجته أنه أوكي شو الحل بتقوله أنا ما بدي حل أو أنه عملي هيك أنا ما بدي حل بدي بس تسمعني مجرد ما تسمعني أنا بكون ارتحت دونك لازم هالفكرة تكون موجودة أوقات أنه يسمع للولاد يسأل عن اليوميات عن الأشياء اليومية يتشاركوا الحلول بالعائلة ما يكون في صمت الصمت هو من أقذ الأمور اللي ممكن تصير بالعائلة لأنه فيه نون دي كمانا يعني بتمرق الأشياء منفكر أنه مش عم تمرق بتكون عم تمرق أوقات بتكون عم تتراكم كمانا الصمت ممكن يكون كتير عدم الرغبة بالكلام أو رفض الكلام مثل كأنه شخص مسكر بوابه أنا بشوفه هيك يعني لما شخص بتحكيه ما بيرد أو لما شخص بتجربة تلاقي حلول معه هو مثل كأنه مقفل بواب وما عم نقدر نفتحه أبدا يعني صعبة فمن المخاطر الأساسية هي أنه لما انهل الولاد ما يربوا بمطرح يعرفوا أنه فيهم يحكوا ويعالجوا مشاكل بهالعيلة ويعبروا عن المشاعر ما يستحوا يعبروا ما يستحوا يبكوا إذا مأهورين ما يستحوا يخبروا أنه هن يخسروا بمطرح معين أو فشلوا بمطرح معين وينقبل هالفشل الخوف أنه ينبشوا عن هالراحة والتعويض بأماكن أخرى وأكيد أوقات بتفوت بمخاطر تالي لكن التواصل يلي دايما منشدد عليه هو الأول 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 دايما لحلول المشاكل بس هون كمان عندي سؤال أنا دايما منحكي عن الأم والبي مع الولاد ورح ننتقل كمان على الأولاد لحالهم لنشوف كيف هن بيقدروا يصيروا يتعلموا أنه يحلوا المشاكل يمكن يساعدوا قالهم أوقات بأنه يتعاون بحل المشاكل بس هالعلاقة بين الأم والبي قدي لازم كمان يكون فيها اتفاق وتواصل لحتى يقدروا يوصلوا هذا الشي يعني اليوم فيها الأم تكون دايما وعم تحكي دايما الرجل منه موجود أو العكس صحيح يعني قدي بين بعضهم أول شي لازم لأنه مش دايما معلولات مش دايما منجرب نحكي معلولات صحيح أكيد هي هيدا الأساس وإذا كانوا منهم قادرين يتواصلوا بين بعضهم ويكون عندهم هن كمان يتشاركوا هالمشكلة الموجودة ويجربوا إلى أولى الحلول هذا السوبر الأساسي وخاصة بأيامنا لأنه قلنا أنه العيلة صارت منطوعة حالة أكتر يعني بطل في كتير انفتاح على الخارج فهذا الكابلز ما بقى عندهم كتير وقت يكونوا مع بعض أو مجال يكونوا مع بعض مظبوط وحتى تعويض بعلاقات أخرى يعني مع أصدقاء ورفقة وهيكي فكلها هيدا الباز أكيد ولكن مفروض أنه يصير فيه كمان إذا بالمرة يعني مش ضابطة الكومينيكاسيون أنه على القليلة يكون فيه شخص من الأشخاص عم بيكون عم بيعود بمكان معين كرميل يظل يحاول ما يفقد الأمل وما يسكت هو يعني مش لأنه وجود الجسدي حتى للأشخاص اللي مسافرين يكونوا موجودين بالصوت بالصورة يمكن لأنه أنا بقول الوان ديزيوس الوان ديكير ما منعود نقدر نخرق بعض عاطفيا إذا بدنا ننتقل للولاد نحنا كيف بدنا نعلمهم أنه هن يتعاملوا مع مشكلهم إن كان بين بعضهم كأخوة أو إن كان مع أهلهم أو إن كان مع رفاقتهم بعضهم هلأ أول يمكن نصيحة هي أنه لما الولاد يكون فيه مشاكل بين بعضهم نتركهم يتعلموا يحلوا مشكلهم بين بعضهم أنه تتعامل عند الأهل أنه يتدخلوا ديما لحل المشاكل وأوقات بتميل الدف لحدا بيصير فيه ظلم وبيحس حاله الولد أنه ظلم بيصير بده يرجع مرة تانية بغياب نظرة الأهل ينتقم بيفكر أنه من وراء الخي أو الأخ تصار فيه هيك مثلا فيتعلموا يلاقوا الحلول نقل لهم أنه أوكي نحنا اليوم عندنا هالمشكلة روحوا جربوا لأقوا سوليوسيون لمشكلتكم وطاعوا خبرونا شو طلعتوا بالسوليوسيون فيها ساعتكم إذا أنتم بحاجة رهيبة قد ما حلوة يعني أكثر مننا نحنا بحلوة منشان هيك ما نخاف أنه نترك الولد يفكر حاله صح وأوقات بيستعينوا بمخيلتهم يعني منشوفهم بيخترعوا قصة مننا وقعية وبيحلوا مشكلة وحتى ما خوفهم أنه خلص بيحلوها بياخدوا يمكن من الكارتون زي اللي بيحضروا من الأصاصية اللي بيقروها منشان هيك هون يكمن بنرجعوا بنحكي عن أهمية هالأمور بيتعلموا منا كتير لوليد أكيد أكيد وبالعائلة ككل بدنا ننتبه على الأليات الدفاعية اللي بتصير فاسعة يعني اليوم بس يكون في مشكلة في أليات دفاعية عند الإنسان إما هي نكران للمشكلة وكأنه ما في شيء من كف حياتنا عادة والمشكلة بتصير تاكل مننا ومن جسدنا ومن نفسيتنا إما أوقات التعويض اللي منه صحي كمان هؤلاء الأشياء القليات الدفاعية اللي منعملها بالعائلة ضرورة ننتبه لها وتكون صحية دكتور الأولاد اللي بعضهم ما كتير بيقدروا يعبروا بالحكي يعني بشو منقدر نخليهم يعبروا بشي تاني هلأ أهم شيء باللعب وبالرسم يعني كتير مهم لأنه الولد ما بيعرف يقول أنه أنا مزعوج أو أنا بدي أقول لك شيء أو أنا زعلين بيكون ما بيعرف حتى يميز بالمشاعر اللي هن يعني يعني الحزن الغضب هؤلاء المشاعر اللي كتير قراب من بعضهم ما بيعرف يميز فيهم دونك بيعرف يقول لي أنه طائعي نلعب وأنا بس كون عم بلعب أنا وهالولد هو رح يعمل جدرال يعني رح يلعب الدور لأشياء اللي زياجته يعمل لها اسكات هؤلاء بيصيره اللعب بيصيره تلقائيا والبراف أنه قد لعبنا معلمة نحن أو صغار وقد لعبنا دور الأهل كل شيء منخاف منه عادة أو فيه سير مواء أو طابو منلعب أو المنصر أو الشخص اللي مثلا مريض وإتساترا كل شيء عنا صعوبة نتعبله بيعمل له انتروجيكسيون كأنه بيحطه جواته بتصير هو المعلمة فالجوه هو كتير مهم والرسم أنه يرسم مخاوفه ويرسم الأشياء اللي بزيجده نحن لازم نقله أنه يرسم شيء أو مواء يرسم حياة لأشيء بسان يبري يعني شو الساينز اللي بيعطيهم الولد إن كان بالرسم أو باللعبة الأغريسيفيتي يعني الولد لما يكون عم يرسم كتير عم بشد على الألام ينقل الألوان اللي كتير صمبر الأسود بيظهر الأغريسيفيتي وقات هذا شيء أنه عاطل يعني بيكون عم بيفض هال إنسان عجلة عنده لازم ننتبه كمان على يعني غير هولي في شغلة مهمة أنه الولد يعبر كتير بجسمه كمان يعني العوارض النفس جسدية أو قات كتير بيدقه من المدرسة أنه تعوض أولادكم نعرف نحن ضمنيا أنه هو عم يعبر بجسمه بوجع راسه ووجع بطنه عن قلق عن خوف من بعد معاوضي للمدرسة من بعد الكورونا صح صح كل الولاد ما بق بدون يروحوا على المدرسة حتى الكبار ومنرجع منرجع لالآن ساعة اللي بلشنا فيها حديثنا يعني قدي اليوم عايشين بكل ساعة بساعتها مش كل يوم وبيومه نعم دكتور يعني اليوم عم نحكي عن مشكل ممكن يعبر الولد بطريقته نحن لازم نكون أكيد كلنا سمع لها الموضوع وانتباه هو بعيط لنا مثل ما تفضلت وذكرت يعني هو بقلنا بدي أعود معيك بدي ألعب معيك بدي ما بعرف بيلزق يمكن بأمه أوقات منحس أنه في شيء وهون لازم نكون عم نسمع عم نقرأ كل هالمساجات اللي بيعطينا إياهن بس تنجرب نتفادى قد ما منقدر هالتحقين داخل أولادنا شو الأمور اليومية الأسبوعية يلي نحن فينا نعملها مع الولاد من نشاطات من روتين معينة يلي ممكن تكون أكتر شي عم بتساعد لتفضاية السترس وللتعبير عن المشاعر أكيدة أنه أي أكتيفيت بيختار الولد بيحب الولد بيقوم فيها بشغف هي كتير بتفيد وكمان بس في شغلة أوقات منزيدها كتير بالأكتيفيت يعني لازم ننتبه أنه الولد لازم يزهق الولد كتير صح أنه يزهق وياخد وقته ولازم نسمع له شوية للولد أوقات كتير نحنا بدنا نطبق نحنا شو عبالنا أو الأشياء اللي ما صارت بطفولتنا بدنا نعوضها بولادنا خلي نلحق شوي ريتم الولد هو شو عباله يعمل هو نحكي معه نسأله يعني أكيد هيدا بس قديمهم نظهر الولد يعني يمكن يروح يلعب بلاي جراون إذا ما قدرنا نروح على بلاي جراون يروح العب برة معرف قاعده يعني بدنا نحكي شوي عن هالأمور أنه اللي بتصير من النشاطات مش رياضية ولا فنية ولا غيره ولا بتكلف والاجتماعيات إذا بتفيد أو بتضر عم نطلق اتصالاتكم على 0464 بعد تزير من الشخص اللي تتصل قبل ما قدر تأخذ الاتصال متابعين بالاتصالات وبهالفقرة الظهرات يعني الحياة الاجتماعية أو حتى روتيني يمكن معلها يمكن نحط ميزيك شوي بالبيت ما بعرف هيك عم حركة سبور ميزيك نعم والموفي مثلا نايت أنه هولا أشياء كتير بتطبع بذكرة الولد والظهرات والتواصل الاجتماعي أنا عم شوف كتير أولاد ما بقى يحبوا يروحوا عن تحدا ما بقى يحبوا يظهروا وفي المشكلة اللي بتتنزيد هذا الموضوع اللي هو الإدمان يعني اللي ساير على الجو فيديو واليوتيوب على الشاشة وعلى الشاشة بشكل عام اللي هو الولد عم بفضله أوقات كتير من التواصل مع الآخر وأنا بعتقد هذا شيء كتير خطير على المدى الطويل يعني وحتى بقلب العائلة يعني أداه كل واحد عم بيكون كل الوقت ملتهي بهذا الإدمان اللي سموه نوموفوبي هلأ اخترعوا له اسم جديد بعلم النفس نوموبايل فوبيا يعني سارع لنا فوبيا من أنه نفقد الموبايل أو الكنيكشن معنات عاوني لازم نكسف شوي إن كان يعني تهكت نعمل نكسف شوي الكلام التواصل نقدر نقرأ كمانا نحنا الأشيار اللي بيعطوها أولادنا حتى من هني وصغار بين بكة بين غضاء بين الولد لما بيصير كمانا كتير معلق بأهله يعني واليوم علق بالبيت كيف منقدر نحنا نكسر له هالموضوع شوي شوي اليوم قصة المدارس ما هم نقدر نسيكر عليها قصة المدارس مشكلة ما هم نقدر نسيكر عليها بس نحنا شوفينا نعمر منخلي الولاد يجتمعوا مع بعض أكثر يدرسوا مثلا يدرسوا يدرسوا يمكن بتدخل بالروتين لأنه ما بدنا نكسر كمانا بالروتين بس يجتمعوا مع الكازنز مع الولاد مع الآخرين يكون فيه تواصل مش بس التواصل الفيرتوال يعني كمانا يكونوا عام يعملوا اكتيفيت يقدوا يحكم مع بعض يزهق ويختروا ألعاب لقالهم هن مش دايما نحنا بدنا نقمن لهم كل هيدا وكمانا فيه نقطة بس كنت ضروري قطعة أنه لما نكون عام يعبر عن خوف أو عن سترس عنا تندانس كأهل تنحمل ولد نقول له لا ما في شي فننتبه بس على هيدا أنه إذا خايف من المنصر لا ما في شي تحت التخد أنا بسأله لأبني كيف شكله المنصر خبرني عنه اللي كيف بيظهر إتساترا دونك خلينا نعلم بقى هالعالم بس كيف من خلي بطل ديجا هو بس يعمل له اكستيريوريزازيون اوكي نحنا شو لازم نعمل لحتى يبطل فيه منصر شو قولك منحطه بالحبس أو مننزله منحطه مثلا منسكر عليه بالتدخيط بصير هو يخترع قلنا أنه بالإماجنازيون طبعا بيخترع سوليوسيون بيرتاح زيد الخوف عند الولاد دكتور بما أنه ذكرنا هالموضوع في كتير أشياء زيدة يعني هو مش زيد بس لأنه هو عم يتعرض لسترس كمان عم يزيد لأنه أهله عم بيمرؤوله هال بس هيدا مش بالإيد مش بالإيد كلنا عنا هالوجع المعدة الدايم صار دكتور من جراء من هيك القرار بأنه نعيش بطريقة صحية أدمى فينا وأدمى لازم نسمع لجسمنا شو بده نسمع على رغبتنا شو بده ويكون عنا التعويضات اللي مفروض أنه نحافظ على الباسيون بحياتنا قبل ما ننهي بعض عنا يمكن دقيقة كيف بدنا قديمهم كمان الانفصال يعني شوي عن الولاد يعني كمان اليوم الأهل يكونوا لحالهم بلى الولاد أو كل شريك يكون لحاله بلى الولاد أو حتى الولاد يكونوا كل واحد بمحل لأنه هيدا عم نشوفه كمان وعم بتصير مثل خنقة دايما مننصح فيها دايما مننصح بس كيف يعني لازم بتصير ولد حتى كرمال الغيرة بين الولاد يعني وذا الحاسس بمعك حاله مفروض أنه ولد يروح مع الام لوحد ولد يروح مع البي يتبيض له الأدوار أو قط الولاد لوحد الأهل كل حدا كمان يكون عنده حياته كمان يظهر مع أصدقاء ويشوف يكمل حياته ما في شيء اسمه أنه اليوم فزيون منها صحية فضروري أنه يكون فيها الانفصال ويحس حاله كل شيء زيد مثل النائس يعني للحقيقة ما بيعود يفيد بيصير بيدر دكتور كارول سعادة دكتور بيعلم نفس أستاذي جامعي شكرا كتير لهالمعلومات اللي عطيتنا إياها اليوم رح ناخد بريك صغير وامنشر ترجمة نانسي قنقر